الفصل الدراسة هيبدأ فيه المدارس الحكومية والخاصة داخل مصر إن شاء الله في 1 أكتوبر القادم بدء امتحانات الفصل الدراسة الأول إن شاء الله هتكون يوم الأحد 14 يناير عام 2023 وبدء الفصل الدراسة الثاني لهذا العام الدراسة هيكون يوم السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو بدء امتحانات الفصل الدراسة الثاني لصفوف النقلة والشهادات الإعدادية السبت 4 يونيو 2023 وبدء امتحانات السنوية العامة في هذا العام الجديد إن شاء الله هتكون موافع يوم السبت 10 يونيو 2023 مدة أيام الفصل الدراسة الأول 98 يوم بعد حسف أيام الجمعة والأجازات الرسمية مدة أيام الفصل الدراسة الثاني للعام الدراسة الجديد هي 96 يوم بعد حسف أيام الجمعة والأجازة الرسمية أيام الدراسة الفعلية 194 يوم ما يعادل 35 أسبوع أيضا تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها في القانون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي في الخميس 9 فبراير في العام الجديد 2023 وفي حال تعرض موعد أجازة نصف العام مع أجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الأجازة معهم هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة ليغات وأيضا المدارس الحكومية دي بعض التفاصيل الخاصة أو كل التفاصيل تقريبا الخاصة بالعام الدراسي الجديد اللي بدأ النهاردة مع المدارس الدولية وهيبدأ إن شاء الله مع المدارس الحكومية والخاصة في مصر مع بداية شهر أكتوبر القادم بإذن الرحمن عشان كده يريد أن احنا مع بداية هذا العام أن احنا نعقد النية على الجد والاجتهاد نعقد النية على المذاكرة بكل أخلاص وفي نفس الوقت ما ننساش الترايض بعض الأخطاء بيوع فيها أولياء الأمور مثلا مع بداية العام الدراسي ولو كان ابني بيكان بيمارس رياضة معينة في الأجازة بيقطعها وبيمتنع عنها مع بداية العام الدراس وده أكبر غلط للأسف بيأثر على نفسية الطفل وكمان بيأثر على عاملة التحصيل الدراسي إيه المشكلة؟ إن أنا أواظب ما بين الاتنين وأقدر أسم وعتي ما بين المذاكرة وما بين ممارسية للرياضة والنشاط الرياضي المعينة الحاجة الثانية لأنه حاجة أخاطف فيها كل أولياء الأمور يريد تكونوا داعمين أقوياء لأبنائكم متحديدا الداعم النفسي تشجعوهم باستمرار حفزوهم حتى لو ابن حضرتك لقدر الله عنده صعوبات تعلم ما فيش حاجة مستحيلة طالما فيه إرادة قوية وإمان قبل كل شيء بالمولى عز وجل أكيد إن شاء الله هتقدروا تتخطوا كل الصعوبات أهم حاجة اهتموا برضو بالتخزية بتاعة أبنائكم ابتعدوا تماما عن الأطعمة اللي فيها مكاسبات طعم ولون وريحة والمياه الغازية والعصائر المعلبات اللي فيها مواد حفظة لأن للأسف كل هذه الأطعمة بتأثر على صحة الطفل وبتأثر كمان على نسبة الزكاء ما فيش أجمل إنك أنت الصبح تدل ابنك سندوتش الفول وسندوتش الجبن وسندوتش البيض أو سندوتش عصل النحل وبتعد يعني شوية عن موضوع الهامبورجر والموضوع الخاص بالكفتة والحاجات اللي هي فيها زيوت والأسف ده بتضعف مناعة الجسم وبتساعدش على التركيز تماما خلي كل العناصر الغزائية موجودة في اللانشو بوكس بتاع ابن حضرتك طبيعية حاجات غنية بالفيتامينات وكافة العناصر الغزائية اللي بتمد جسم ابن حضرتك بالنشاط والحيوية أثناء فترة الدراسة وفي نفس الوقت بتساعده على التركيز ثمر التفاحة أطعها ولو قطعت تفاح أو قطعت أي فاكهة أفضل مليون مرة ما إن حضرتك تديله الشوكولاتة وتديله الحاجات التانية اللي فيها مكسبات طعم ولون روح والحاجات اللي فيها مواد مصنعة تدى حضرتك كوباية عصير كده تعملها له في البيت أفضل مليون مرة من إزازة كمزة أي مياه غزية أو عصير معلب وتحط له شوية المية في الزمزمية بتاعته ودي أهم حاجة عشان خاطر يعني تساعده على إن هو يكون مركز طوال الوقت والمية مهمة جداً للجسم وتخلي ابن حضرتك يعني تحسوا كده إن هو يشرب باستمرار وتحديداً الأطفال اللي هم لسه في كيجي وبري كيجي والحاجات دي كلها اللي بينسى نفسهم المدارس بتذكرهم ولكن حاول تغرس في ابنك بشرب المية باستمرار يعني كل شوية كده اشرب حبة مية إن شاء الله حتى في البريك ما بين الحصة والحصة والسيشن والسيشن تشرب حضرتك شوية مية وتحس ابنك على شرب المية حاجة الأخيرة أنا بوصي كل قائمين على العملية التعليمية ونعارف استعدادات على تم يعني التقنيات الحديثة وأكمل وجه من كافة الجهات المعنية على رأسيها وزارة التربية والتعليم أيضاً وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية لتوفير المناخ المنائم والمناسب لكل الطلبة والطالبات للتحصيل الدراسي والدراسة إن شاء الله بكل جدية ونجاح أتمنى يا رب إنهم يتعاونوا بشكل إيجابي مع كل الطلبة والطالبات الطلبة اللي عندهم بعض المشاكل في عامية تحصيل الدراسة يكونوا داعمين لهم يتكتفوا مع الأسرة في حل أي مشاكل ممكن تواجه أبنائهم وربنا إن شاء الله يوفق كل الطلبة والطلبات في جميع المراحل التعليمية المختلفة وبإذن الرحمن يكون عام دراسي سعيد كله نجاح وتميز وإنجاز إن شاء الله على كل أبانا طلبة والطالبات صباحكم خير وبركة وسعادة تعالوا نبدأ كده يومنا بغنية جميلة ونرجع نعرف تفاصيل حلائتنا النهاردة من النهار الجديد